أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بسمعة القضاء البحريني ونزهاته خليجيا وعربيا ودوليا فإقامة العدل وسيادة القانون هو ما ننشده في البحرين دولة المؤسسات والقانون في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مشيدا سموه بحرص جلالة الملك حفظه الله على تطوير المنظومة القضائية في مملكة البحرين وترسيخ استقلال القضاء من خلال تبني سراتيجيات طموحة لتحديث وتطوير السلطة القضائية والاهتمام بالكوادر والكفاءات الوطنية وتمكينها للارتقاء بأداء الأجهزة القضائية المختلفة معربا سموه عن التقدير والاعتزاز بجهود أبناء الوطن ودورهم المشكور في المؤسسة القضائية والعدلية حاثا سموه على بذل كافة الجهود لمعالجة تأخر القضايا وتسهيل مصالح الناس والمواطنين وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإيضابية صباح اليوم المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس العلال للقضاء والمستشار معصومة عبدالرسول عيسى الوكيل بمحكمة التمييز والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشار محمد أحمد مقبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة وقد هنأهم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الثقة الملكية الغالية باختيارهم في مناصبهم الجديدة لمواصلة دورهم في النهوض بمسؤولياتهم في خدمة وطنهم مشيدا بما يتمتعون بهم من خبرة وكفاءة في مجال العمل القضائي والتشريعي متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد في هداء مسؤولياتهم الوطنية وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بحرص جلالة الملك حفظه الله على تطوير المنظومة القضائية في مملكة البحرين وترسيخ استقلال القضاء من خلال تبني سراتيجيات طموحة لتحديث وتطوير السلطة القضائية والاهتمام بالكوادر والكفاءات الوطنية وتمكينها للارتقاء بأداء الأجهزة القضائية المختلفة وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بما حققته السلطة القضائية من إنجازات بارزة في إرساء قواعد العدالة وحكم القانون والتي شكلت ضمانة أساسية لاستثباب الأمن والاستقرار في المجتمع ودعمت من تقدمه وتطوره نحو المزيد من النماء والتقدم معبرا سمو عن الاعتزاز بما حققته الكوادر القانونية في مجال التشريع والافتاء القانوني من جانبهم رفع رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوكيل بمحكمة التمييز ورئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني ونائبه خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من تشجيع واهتمام بالكوادر الوطنية في كافة القطعات مشيدين بما يشهده السلك القضائي في مملكة البحرين من تطور مستمر يعكس رؤية المستنيرة لترسيخ دوره ومكانته في حفظ الحقوق والحريات والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة للمملكة ترجمة نانسي قنقر